أجرى الرئيس عبد الفتاح أسيس اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية لسيما في السودان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين شددا خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تدعية القتال وفي ذلك الإطار اتفق الزعيمان على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني تهدف للتخفيف من آثار وتدعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين خاصة اللاجئين وذلك من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات ذات الصلة موسيقى موسيقى موسيقى